جداً بيتبادر في للأزهان يعني ربنا كان قادر يعرج بالرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة من المسجد من مكة للسماء العلا وكتير جداً بيشككوا في النقطة دية هنقولي أن الإسلام لما نزل في كريش على الرسول صلى الله عليه وسلم في مجتمع ضيط مجتمع كريش وإحنا كلنا عارفين أن رسالة الإسلام رسالة عالمية فكان خروج ربنا سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسافة دي كلها ربنا عايز يدي رسالة للناس كده أن الإسلام مش لأهل كريش بس الإسلام رسالة عالمية فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم أسرة به وكان في تشريفه واستقباله الأنبياء كلهم تشريف لي وكان من مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم أن جعله إماماً لجميع الأنبياء وإفصال بيهم فده تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء كلها كانوا وقفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف أرض المقنص بأن هي تبقى أرض المحشر أن هيبدأ منها النهاية الدنيوية وهتبدأ منها بداية المحشر فكان ربنا عايز يورينا أن الإسلام رسالة عالمية قيمة الإسلام الحقيقية ورسالته في حاجة كمان من الأسباب التي قدت أن الإسراء يكون من المسجد الأقصى ما كانت المسجد الأقصى نفسه إحنا عايزين يعني الحاجة التي تربطنا بالمسجد الأقصى هي الإسراء والمعروب وفي ناس كتير أو يحاولوا يبعدونا وينحونا عن هذا الجانب لكن الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى قبل ما تنتقل القبلة إلى المسجد الحرام فمن ضمن الأسباب التي جعلت الإسراء إلى المسجد الأقصى أن ربنا عايز يبين لنا مكانة المسجد الأقصى في قلوب المسلمين وهو القبلة الأولى التي صلى إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وكمان الأنبياء كلهم كانوا في اجتماع كده في امتظار الرسول صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى أن رسالة الإسلام ربنا عايز أقول هي رسالة عالمية جميع الأنبياء فوقفوا كلهم فصلى بيهم خاطم الأنبياء صلى الله عليه وسلم طبعا لما كانت الرسول صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر